ينضم إلينا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ غيات السورجي إذن اجتماع بين رئاسة إقليم كردستان وبين الأحزاب الثلاثة الرئيسية في الإقليم لمنقشة التطورات الراهنة وحالة الاحتجاجات التي تجري في إقليم كردستان ما هي أبرز النتائج التي أفضى إليها الاجتماع؟ هل نأمل بحل سريع للأزمة الراهنة؟ بداية تحياتي لك ومشاهدكم الكرام طبعا اليوم اجتمعت أحزاب الثلاثة المشاركة في حكومة تقليم كردستان كما أشرت إليهم نعم كنا مشاركين في اتحاد الوطني الكردستاني في هذه الاجتماع لكل حزب كان له أطرحا وله مثلا فكرة لإيجاد حل هذه المسألة فطبعا ثلاثتهم اتفقوا بأن المنفذ الوحيد أو خلل نقول الحل الوحيد لخلاص من هذه الأزمة التوافق بين الأحزاب السياسية الكردية أو خطاب واحد للأحزاب السياسية الكردية مع حكومة المركز طبعا نحن منذ استخراج النفط واللي حتى هذه اللحظة هو منذ تصدير النفط كاتحاد وطني كردستاني نحن كنا نسعى بأن تتفق حكومة المركز مع الأقليم حول هذه الملف وطبعا نحن ليس كحزب رئيسي نقرر لكن جزء من هذه المسؤولية كان تقع لعاتقنا لكن مع الشديد الأسف لم يتم الاتفاق إلما وصلنا لهذه الأزمة أو الأزمات طيب أستاذ غياث أنت تعتقد أن هناك ربط حقيقي كما تحاول بعض الجهات السياسية في أقليم كردستان بأن هناك ربط بين توقيت هذه الاحتجاجات وبين الأزمة مع المركز لا طبعا سيدتي العزيزة البعض يتهم المتظاهرين باعتبار له هناك أياد خفية يدفعهم أو كذلك حزاب سياسية أخرى أنا داخل الواقع كردستان ليس هناك أي جهة تدعمهم أو تدفعهم لكن كل ما في الأمر هم يطالبون بحقوقهم حقوقهم البداية كراتب وتقديم الخدمات والبطالة وإلى آخره نعم هناك ناس متسوسين ناس مشاغبين هناك ناس لا يريدون خير لهذه الحكومة أو لهذا الشعب انخرطوا مع المتظاهرين هاجموا على بعض المؤسسات الحكومية وكذلك هاجمت مثلا على المقارات الحزبية وكذلك تعارضوا للممتلكات العامة والخاصة مع الشديد الأسف فلكن في كل الأمر نحن في الاتحاد الوطن الكردستاني استطيع أن نحن في جبهة المواطنين أو مطالب الشعب أو في خندق الشعب في هذه المسألة ومنذ طبعا بداية هذه الأزمات منذ 2014 أو نهاية 2013 وحتى هذه اللحظة الاتحاد الوطن الكردستاني يسعى مع جميع حزاب الأخرى وحتى مع القوى السياسية في بغداد لحل حلة هذه المشكلة لكن مع الشديد الأسف ومثل ما أشرت إليها ليس بيدنا يعني ليس مثلا خطاب سياسي في كردستان بيد الحاد الوطن الكردستاني كما تعلمون الحزب الأول التي نالت على الأصوات رغم ملاحظتنا عليه وهو حزب الديموقراطي الكردستاني يعني رئيس الحكومة من عدوم رئيس الأقلي من عدوم جميع مفاصل الدولة لكن الحمد لله شكرا اليوم تقريبا وصلنا الاتفاق طيب بأنه سوف نذهب نعم تفضل أكمل تفضل أستاذ سوف نشكل وفد رفيع المستوى إلى بغداد للمناقشة مع حكومة المركز مع برلمان العراقي وأبدأ رأيها طبعا حكومة أقلي من كردستان أو استعدادها بتسليم 250 ألف بارميل وفق قانون الإقتراض أو بنود أو نقاط قانون الإقتراض وكذلك نصف من موارد أو واردات أفوان الحدودية والقملكية والداخلية إلى المركز بمقابل تخصيص موازنة لأقليم كردستاني عام 2021 نعم أستاذ غيات ستجري هذه التفاوضات وستنتهي بعيدا عن ما يجري داخل أقليم كردستاني لأن هناك مثلا اليوم سيد البرزاني يقول أن بعض الجهات تحاول استغلال الحدث نعم لم تصنعها لكن تحاول أن تستغل هذا الحدث كورقة سياسية من أجل الضغط على حكومة الإقليم في مفاوضات الموازنة ما رأيك نعم طبعا لا شك هناك أكثر من 25 أو 26 حزبا في كردستان أو أحزابا في كردستان ثلاثة أحزاب مشاركين أو مشكلين حكومة والباقي معارضين نعم هناك بعض الأحزاب تريد تستفاد من هذه الفوضى أو هذه الفراغ لينال مثلا رئي الشارع إلى آخره لكن أنا أرى بأنه لم يستفادوا شيء من هذه الغوغائية أو الفوضوية لأن المسار الصحيح هي أن نهدأ الأوضاع وكذلك كما أسلفت المواطنين أنا مثلا اتصلت بهم انخرطت معهم ومعظم أهالينهم يعني مغربة ما جاين مثلا من غير دول أو من غير مناطق كل ما يطلبون هي صرف الرواتب أو تقديم جزء من الخدمات بسيطة ففي هذه الحالة ليس هناك تعقيدات ومع الأسف أكرر بأنه نعم هناك بعض جهات سياسية التي تستغل هذه الأوضاع القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ غياث سورجي أشكرك جزيلا شكر